التنسقية كلها من الشباب وهي كان شبابي في الأساس ونقلة نوعية ربما ستكتب في تاريخ مصر بعدد الأعضاء المواجهة الشباب من خلال تنسقية وجرها تعاملكم مع الشباب وشباب بيكلم شباب شايف ده ازاي وهل ده بيوصل بصورة أسرع لمتلقي المعلومة أو متلقي الخدمة المعلوماتية اللي بتهديمها احنا نتكلم بصراحة على عرض الواقع مما يحدث ومما اللي شاهدوا اللي شفناه على عرض الواقع يعني يمكن قابلنا مجموعة من التحديات في البداية ان ايوة هو ليه حضرتك شاب زي موجود في المكان ده وانا مش موجود فبدأنا ان احنا نخلق بقى توافق في الفكرة ان لا انا كمان جاي من الارض وجاي من خلفيات زي اللي حضرتك كنت موجود فيها بجانب بعض الاجتهاد انا محتاج بس شوية اجتهاد وشوية ان انا اكون مؤمن بفكرة ان انا مش هاخد حد كده من ايده واقول له تعال اتفضل حضرتك في المكان ده لا انا محتاج ان الشاب بنفسه يكون مؤمن بقدراته ينميها طول الوقت يقول انا حوجد لنفسي مكان في هذا المجتمع فبدأنا ان احنا لأ نتقارب حالين مع الشباب على ارض الواقع ويمكن من البداية لان يعني من البداية التنسيقية قائمة في الاساس على الشباب فيمكن ده اللي بيقرب وجهات النظر وبيخلينا يعني متقبلين اكتر كشباب بقى داخل الجمهورية ان احنا ننقل افكار لبعض في هذا التوقيت الحريق طيب انت قلت انا مش هاخد حد من ايده واقول له تعالى هواديك في مكان ما رئيس عمل كده وقال له الاحزاب والكتلة السياسية في مصر تعالوا اعملوا حوار بدعوة من رئيس الجمهورية بنفسه في افطار الاسرة المصرية هل تلقفت القوى السياسية والاحزاب في مصر هذه الدعوة بالشكل المسؤول طيب خلينا نقول ان هي كفكرة يعني حديثة شوية كانت من يعني المفترض ان هي تثير بلبلة ده يعني كان مما لا شك فيه فعلشان كده يمكن احنا لحد دلوقتي يوغدين هذا التوقيت في الاعداد واعتقد ان التوقيت ده هو اطال يعني بعض الشيء ولكن طول هذا التوقيت بيخلينا نوصل لمراحل توافق اكتر بين القوى السياسية احنا موجودين اطراف مختلفة بطيارات مختلفة لسه محتاجين ان احنا نستوعب افكار بعض اكتر يعني نهضم على الاقل الفكرة ان احنا قاعدين كلنا على مائدة حوار ويمكن هي دي فكرة التنسيقية بقى في حد الزبط ده حصل في الاساس في تكوين التنسيقية اشكرك يعني هي دي اصلا فكرة التنسيقية ان احنا من طيارات مختلفة والجميع على مائدة حوار وبنطلع برؤية واحدة في الاخير الدور اللي انتو بتقوموا به كنواب وكأعضاء في التنسيقية من صالونات وورش عمل وما الى ذلك اعتقد بعض الاحزاب بتقوم بنفس الدور هل فقط ده هو الكافي ولا ده لازم الاحزاب تنزل للشارع للشباب زي انتو بتعملوا في التنسيقية احنا كمان لما بننزل للشارع عن التنسيقية فاحنا بننزل عن الاحزاب اللي بنمثلها اللي بتمثل في التنسيقية بالضبط يعني احنا مش بننزل بس كده كنواب تنسيقية او كأعضاء تنسيقية التنسيقية كمان بيمثل جواها تقريبا معظم الاحزاب اللي داخل الدولة المصرية فيمكن ده كمان هو اللي بيجمع بنا وبيخلينا على رؤية واحدة ويمكن التنسيقية كمان بدأت ان هي تاخد مبادرات وتنزل للاحزاب في مقراتها وتجيب الاحزاب كمان مقر التنسيقية علشان نقدر ان احنا نخرج للشارع في الاخير برؤية سياسية مكتملة يعني مفيش طرف غائب عن الطرف الاخر طبعا عندي تنسيقية بتجمع تعريبا كل الاحزاب في مصر واعتقد كمان فيها مستقلين طبعا وعندي مجلس امناء للحوار الوطني كمان بنفس الصيرة الاي مدى ده هيساعد وهيدي بوشة خير على نجاح الحوار الوطني يمكن تعدد الافكار وتفاعل الرؤى اللي موجودة واختلافها يعني اعتقد ان احنا محتاجين بس نؤمن ان الاختلاف هو صراء وتنوع في حين ان فيه طرف بينحيز لفكرته الاختلاف في الرأي لا يفصل للوطن قضي اطلقا يعني بالضبط يعني ده تعبير اوقع فيمكن كمان ان انا اكون مؤمن ان انا ابعد عن التعصب للفكرة لان ده يعني حيرجع بي بقى ان انا اروح لخلاف مش الاختلاف اللي انا كنت عايزه الثراء والتنوع اعتقد ده اللي قائم عندنا داخل التنصقية واعتقد كمان ده اللي في مجلس امناء الحوار الوطني في الفترة الحالية نزلت الشارع بصفتك مواطنة مصرية شابة مصرية عضو عن حزب وعضو عن طقف التنصقية ونائبة بالبرلمان المصر الخمس اوجه مختلفة او خمس ادوار اجتماعية اللي رسطي بيمس الشباب بشكل مباشر اعتقد ان احنا اصلا في الفترة الحالية ادوارنا متكملة يعني المفهوم الجديد اللي احنا نزلين به كتنصقية الشباب والاحزاب سياسة بمفهوم جديد سياسة بمفهوم جديد ونواب بمفهوم جديد فنواب بمفهوم جديد هم غير منفصلين اطلاقا عن الشارع المصر ولا عن الشباب يمكن حضرتك لو بدأت ان انت ترصد الدوائر اللي فيها نواب تنصقية شباب الاحزاب والسياسيين هتلاقي ان النواب هم اكثر تفاعلا كمواطنين اكثر تفاعلا مع التنفيذيين اكثر تفاعلا كعضو كنائب كرقابي وتشريعي على ارض الدولة المصرية لان ده دورنا الوطني في الفترة الحالية النائبة هيام الطباخ ماذا تنتظر كنائبة داخل قبة البرلمان من مخرجات الحوار الوطني طيب يمكن احنا بدأنا بالفعل يعني احنا ما انتظرنش بقى لحين المخرجات انا هقول لحضرتك من الواقع الفعلي طيب احنا بدأنا ان احنا من اكتوبر حتى الان ننزل لأرض الواقع ونروح ونقابل الشرائح المختلفة والفئات المختلفة الفئات دي ليها مطالب كثيرة من الظلم ان انا اقول ان انا يعني حيتم الزج بجميع القضايا داخل المجتمع على مائدة الحوار الوطني يعني دوسوس جمال الكشكو بيكلمني النهاردة عن اكتر من 100 الف فكرة و100 الف مقترح بالزبط رقم كبير جدا فيعني خليني بقى اوضح لحضرتك ببساطة كده علشان نوضح كمان لاستاذة المشاهدين طيب من غير المعقول ان انا هقوم بالزج بجميع القضايا اللي بتواجهني كمجتمع مصري على مائدة الحوار الوطني احنا اتفقنا من البداية ان الحوار الوطني هو احد آليات صنع واتخاذ القرار وليس كل الآليات فبجانبه النواب كمان ليهم دور اصيل وده اللي احنا بدأناه بالفعل كنواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ازاي ان احنا بدأنا لما بننزل مع الشرائح المختلفة بنلاقي تحديات فانا يعني انا ليه دور ودور متفهم تماما كدور تشريعي ودور رقابي مع طبعا اقرار الموازنة يعني الخاصة بدورة مصر دعوه المواطن المصري بطبيعته ينتظر من النائب دايما الدور الخدمي طبعا طبعا والدور الخدمي